اكدت منظمة العفو الدولية ايمنست انترناشنل ان اجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة قد تم اغلاقها بشكل محكم بعد اصابة المئات من عمال البناء بفايروس كورونا واضافت ان المنطقة الصناعية التي يقتل فيها العمال تشمل وحدات ايواء ضيقة ومزدحمة وغير مؤهلة وتفتقر لشروط المعيشية الصحية عمال البناء في قطر ظروف معيشية سيئة تعرضهم لخطر الاصابة بفايروس كورونا منظمة العفو الدولية سردت تقريرا وصفت فيه ما يحدث المنطقة الصناعية في الدوحة حيث يعيش هؤلاء العمال تفتقر لابسط مقومات العيش وحدات ايواء سكنية مغلقة وضيقة غرف مكتظة بالعمال تأكيد تسجيل مئات حالات الاصابة بين العمال بفايروس كورونا المستجد دفع نحو اغلاق اجزاء من هذه المنطقة بالكامل تقول المنظمة الدولية العفو الدولية لم تكتفي بذلك بل اوضحت الظروف القاسية التي يعيش فيها العمال وحدات الايواء بالمنطقة الصناعية ليست مكتظة فحسب بل هي لا توفر البعد الاجتماعي الذي نادت به منظمة الصحة العالمية وتفتقر ايضا لابسط مقومات العيش الكريم كمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ايضا لذا فقد ناشدت المنظمة الدولية الحكومة القطرية ضرورة وضع حقوق الانسان كأولوية في اعتباراتها في محاولة لاحتواء الفايروس وحصول جميع الاشخاص على الرعاية الصحية المطلوبة سواء الوقائية منها او العلاجية مناشدة تأتي بعد ان وثقت منظمة العفو الدولية مرارا وتكرارا بالادلة انتهاك حقوق العمالة في قطر ومعنا مباشرة مزدهاتنا في الرياض الباحث في العلاقات الدولية سامي المرشد أهلا بك أستاذ سامي عبر اسكاينيوز عربية اليوم ماذا تعني هذه المدن العمالية هذه المعلومات لمنظمات دولية بان المئات اصيبوا في الدوحة بفايروس كورونا وماذا يعني التكتم عن هذه الاعداد الكبيرة رغم الاعلان بان الاعداد تجاوزت ام ال 500 اصابة في الدوحة مساء الخير الواقع ان يعني النظام القطري هو لا يكترث لحياة البشر مثله ومثل النظام الموالي له في ايران او حتى في انقرة الذين اخفوا يعني انتشار الوباء في دولهم لفترة طويلة حتى عن مواطنيهم لذلك يعني الطيران ما زال مستمر من بؤر انتشار الوباء كما في ايران حتى ان الطيران القطري تبرع لنقل الموبوئين من ايران لمعالجتهم في لبنان يعني هذا العبث وهذا عدم الاكتراث بحياة الانسان بصحة الانسان فليس غريبا ان لا يهتم لحياة العمال كذلك الذين يكدسهم في يعني غرف واتصال مجتمعي اجباري في هذا الواقع رغما عن تعليمات المنظمة الدولية منظمة الصحة العالمية بالابتعاد وابعاد الناس بعضهم عن بعض لا يقدم لهم السكن المناسب لا يقدم لهم الحياة الكريمة وهذا ليس التقرير الاول من منظمات الانسانية كمنظمة العفو الدولية منذ عدة سنوات ما تحدثنا عنه العفو الدولي ايضا تحدثنا عنه مجلة فورن بوليسي الامريكية عندما تقول بان الحجر للعمال لمدة اسبوعين داخل هذه المخيمات المقتضة هو السبب المباشر والرئيسي لازدياد هذه الحالات بشكل قياسي وكبير كان يجب عزل حالات المصابة او المجتمع بها او القادمة من الخارج خارج هذه المخيمات وهذه المساكن العمالية المقتضة لا شك وهذا اقل ما يمكن لأي حكومة منصفة وحكومة عاقلة حكومة ملتزمة ان تقوم به لان هذا الخطر على هؤلاء المساكين العمال طبعا اضافة الى انه خطر لنشر الوباء على مستوى جميع افراد المجتمع القطري الشقيقة الذي نتمنى لهم طبعا جميعا هم والعمال وكل انسان السلامة في قطر ولكن هذه حقيقة هذه حقيقة ان بعض هذه الانظمة المارقة في الواقع لا تكترث لحياة البشر هي تهتم ببقاء النظام تهتم بالاعلام الكاذب تهتم بالترويج لمشاريعها العبثية في المنطقة وتترك هؤلاء المساكين لمصيرهم الخطر الان على قطر باكملها بسبب هذه السياسات وبسبب عدم الاكتراث وبسبب عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية المتبعة في جميع دول العالم رأينا كيف ان الدول التي تقاعست وتأخرت قليلا كيف انها تعاني الان قطر مجتمع صغير وسرعة انتشار الوباء لا قدر الله محاولات الوقاية من فيروس كورونا واحتفائك وحصول هؤلاء العمال البسطاء على الرعاية الصحية يجب في ان ضمان بقاء حقوق الانسان ومنها تأمين اليوم هذه الرعاية والعزل الانفرادي او العزل على حدى لا شك يعني كما ذكرت هذا من ابسط حقوقهم وطبعا معاملة الانسان والالتزام بحقوق الانسان يعني تكفله الشرائع القانونية والدولية اضافة الى ديننا الاسلامي وكل الاديان السماوية يعني في هذه الحالة ابسط ما يمكن ان تقدمه الحكومة القطرية لهؤلاء العمال هو ابعادهم عن بعضهم بعضا عزل المصابين عن الاصحاء حتى لا يعني يفقد حياتهم جميعا وحتى لا ينتشر الوباء على مستوى الدولة والمجتمع كله سيتأثر اضافة الى ان ذلك سيؤثر علينا ايضا في دول الخليج مهما كان فهؤلاء المجتمعات متقاربة ويعني قطر منذ البداية لم تتخذ الاجراءات السليمة لمكافحة هذا الوباء كما نصحت منظمات المعنية الاسية من منظمة الصحة العالمية وثائق منظمة العفو الدولية استاذ سامي عندما تقول بان 95% من القوى العاملة في قطر هي من العمال المهاجرين والذين قدموا باعداد كبيرة جدا لتأمين البنية التحتية لاستضافة كأس العالم اليوم هذه الاعداد عدم مراعاة حوق العمال المهاجرين داخل المنطقة الصينية وداخل هذه المخيمات المقتضة نظام التوظيف الاستغدالي الذي حصل في قطر وفق أيضا منظمة العفو الدولية هو ما يدفع لتفشي كورونا حتى خارج هذه المخيمات وكل من هو على تواصل أو كان على تواصل مع هؤلاء العمال وهذه الاعداد الكبيرة منهم بالضبط بالضبط يعني هذا لا أخلاقي لا إنساني هذا عبث هذا عدم اكتراث بحياة البشر يعني مخالفة لكل ما يعني من ما تعنيه يعني منظمات حقوق الإنسان ومواثيقها يجب على الحكومة القطرية يجب على المنظمات الدولية أن تفرض على هذا النظام العبثي أن يتخذ يعني الإجراءات الوقائية سريعا وفصل المصابين عن غير المصابين وأن يلتزم كما يلتزم تلتزم دول العالم جميعا بهذه الإجراءات نظام كما ذكرت لا يكترث لهذه الأمور وهؤلاء العمال كانوا يعانون أصلا قبل انتشار فيروس كورونا كانوا يعانون من عدم المعاملة الحسنة ومن عدم تلقيهم إجورهم كما يجب ومن عدم إيجاد السكن المريح لهم وتقديم كل ما يلزم لهم ما بالك الآن خلال تفشي الوباء الوضع أسوأ وأسوأ وأسوأ لذلك يعني مرة أخرى أنظمة مثل النظام القطري لا تهتم إلا ببقاء النظام وترويج الإشعاعات والكذب أين إعلام القطري عن هذه المواضيع الذي يتشدق بحقوق الإنسان قناة الجزيرة وتهاجم دول الخليج الأخرى التي تقوم بكل ما عليها وحمد شعبها وحمد المقيمين على أرضها ولا تفرق بين مواطن وبين وافد لماذا قطر تختلف لماذا هذه البيئة في حكومة قطر أصبحت خارج بيئتنا وخارج عاداتنا وخارج كل الشرائع السماوية والأخلاق بين الأنظمة التي تحترم نفسها قطر ليست دولة فقيرة لديها الإمكانات لديها الأموال وبدل من تبديد هذه الأموال على الإرهابيين قطر هذه النصيحة أستاذ سامي هل يمكن اليوم الاعتراف بما تم ارتكابه والذهاب لخطة وقائية واحتواء هذه الأعداد الكبيرة التي تم الإعلان عنها في الساعات الأخيرة منعا لكارثة صحية في قطر لا شك هذا لا يجب أن يتم وإن لم تقم الحكومة القطرية بواجبها المجتمع الدولي والأمم المتحدة منظمات حقوق الإنسان كلها عليها واجب أن تجبر وتتدخل هذا عمل عبثي يجب أن لا يترك هؤلاء لمصيرهم يجب أن لا يترك أيضا الشعب القطري رهينة لهذا النظام الذي لم يكتلث يوما بمصالحه إنما يخدم أنظمة مثل النظام الملالي ومثل النظام تركيا ومثل الأخوان المسلمين وغيره هو يعني يلتهي بالمشاريع السياسية ويترك واجباته لمواطنيه وللمقيمين على أرضه وإعطاءهم حقوقهم النظام القطري يا أخي الكريم لم يكترث لحياة القطريين حتى في ساعات الرقاء عندما طرد كثير من أبناء قطر خارج قطر وسحب جنسياتهم والآن يعامل بشكل وحشي هؤلاء المساكين العمال الذين جلبهم ويعني وعدهم وعودا براقة بالحياة الكريمة في قطر نلاحظ أنهم الآن يواجهون هذا المصير المؤسف نحن ندين والعالم يدين وكل إنسان حر في هذا العالم يجب أن يدين ويطالب المجتمع الدولي للتدخل لعزل هؤلاء المصابين عن الأصحاء واتخاذ الإجراءات اللازمة يجب أن يناقش هذا الموضوع على أعلى المستويات على مستوى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي يجب أن تفهم حكومة قطر أنها لا تستطيع العبث في حياة البشر كما تفعل الآن مباشرة من سيدهاتنا في العاصمة السعودية الرياض الباحث في العلاقات الدولية سامي المرشد شكرا جزيلا لك